التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الافتتاح قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بدار القرآن الكريم واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذي يعتبر ثالث أكبر مبنى في العالم كما أدى الرئيس السيسي صلاة فجري أول أيام شهر رمضان المبارك في مركز مصر الثقافي الإسلامي أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة موجها الشكر للشباب والأيدي العفية التي تبني وتعمل بالعاصمة على مدار الأعوام الماضية وأضف الرئيس السيسي خلال مشاركته العمال في العاصمة الإدارية في مائدة صحور أولى ليالي شهر رمضان الكريم أن هذه القطع من الأرض كانت صحراء قبل فترة وأضحت الآن صرحا معماريا حضاريا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العاملين فيها وتمنى الرئيس السيسي أن تشهد مصر أيام طيبة وجميلة وفيها كرم ربنا سبحانه وتعالى دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين الكونغرس للموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لانضمام الولايات المتحدة مجددا إلى اليونسكو مؤكدا أن غياب بلاده عن هذه المنظمة الأممية ترك السين تستفرد بوضع قواعد الذكاء الاصطناعي وقال بلينكين أمام لجنة في مجلس الشيوخ خلال تقديم الميزانية إنه يجب العودة إلى اليونسكو مرة أخرى مضيفا أن بلاده تعمل على قواعد وآراف ومعايير للذكاء الاصطناعي قالت البحرية الأمريكية إن بيان الجيش الصيني بشأن إبعاد مدمرة أمريكية من بحر الصين الجنوبي غير صحيح مشيرة إلى أن المدمرة ميليوس كانت تقوم بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي وكان الجيش الصيني قد قال في بيان إنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه الإقليمية للصين بشكل غير قانوني حول جزر برسل في بحر الصين الجنوبي مما يقود السلام والاستقرار في الممر المائي رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نعكاس لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بالنسبة نفسها ورفع المركزي الإماراتي أسعار الفائدة إلى 4.9 من 10 بالمئة فيما رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة ليبلغ سعر إعادة الشراء 5.5 من 10 بالمئة ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة تأساس على الودائع تبلغ 5.25 من 100 بالمئة والإقراض لتبلغ 5.75 من 100 بالمئة تعرضت بلدة في ضواحي لوسانجلس لإعصار نادر ما ألحق أضرارا بالعديد من المباني التجارية أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قد هبط في مونت بلو في وقت متأخر وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من ضرب إعصار لبعاد المناطق غرب لوسانجلس ورياضيا يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في التاسعة والنصف مساء اليوم باستداد دفاع الجوي حول مباراة ملاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة بالتصفيات الموهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكودوفور انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل